واضح أن الفنان طارق النهري قرر ينافس نفسه كمان سنة دي في رمضان وجودك في أكتر من عمل طبعا مرهق أكيد عليك جدا بس برضو اختلافهم بيدي يعني بيديك إحساق جودر بقى أنت في عالم الفانتازيا والخيال ده شيء مبهر وشيء جميل ومخرج عبقري وكتابة أنور عبد المغيس الجميلة فنان ياسر جلال الشركة المنتجة اللي ما بخالتش في حاجة خالص عشان تطلع الصورة بالشكل الجميل ده عمل يعني إحنا صورت في ثلاثة أيام بس كانوا هلاك طبعا ونور عملت شغل الحقيقة يعني عزبتك جميلة فنانة عبقرية جدا عملت دور هاير شريرة بس قوية يعني هو المسلسل ككل بيرجعنا للدراما المصرية القوية أو التقيلة الجميلة فأنا استمتعت بي الديكورات أستيسة بتديك الإحاء فعلا أنك في أجواء خيالية ملك ملك وفي أجواء خيالية وجن وعفريت وحاجة كده والإضاءة والإضاءة حركة الكاميرا لا بجد كان كل العناصر متألفة على أنها تطلع إحنا بنشوف مشهد من تعذيبك طبعا المشهد ده مشهد فضيع أنا خدت فيه ثلاث كرابيك بجد حقيقية يا نور عندها القوة دي لا هي غصبا عنها لأن هي ما بتستخدمش إيدها الشمال قوي فكانت لما بتضرب فغصبا عنها بينزل على جسمي بجد فكنت بس رخ سرخة عالية جدا دي اللي كان بتبقى الضرب بجد دي حقيقية حقيقية من الوجع بس الحمد لله عدت على خير يعني يعني وبعدها تاخد بريك بقى ترتاح يعني ما فيش بريكات ده لا التلات يام وإحنا بالمنظر اللي أنت حضرك تشايفها ده وأولا المكير كان عبقري طبعا اللي عمل التركاج بتاع الرجلين طبعا هي تبقى جيس وصخر لا 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 كل حاجة كانت مدروسة وبتتعمل صح وده كمن بيحضرك أنت كممثل للحالة أنك تدخل في ديكور حقيقي فأنت بقيت الملك فعلا يعني جزء من أنه يحضرك أنت شخصية اللي بقى صخرة ومش عارف يتحرك ومش عارف يعني وشوفي تكبت الشعر احنا معرفناكش في الأول على فكرة لا طبعا فيه فيه إتقان علي المستوى والتركاج اللي اتعمل عشان يجيبه الطائر دوت ونور تركب عليه لا حدوتها جميلة جدا أنا سعيد بأن أنا اشتركت في العمل ده أكيد اللي هو إحساس كمان الأعمال اللي فيها إتقان وفيها إنتاج ضخمة بتبقى حاسس أنه جميل أن أنا ليه دور ومشاركة هنا وبتحسي بتاع من النجاح وانت في لحظتها فعلا يعني أنا وإحنا بنصور قلت ليه سرجاء لتلوح نال المسلسل ده هيبقى عمقاري ده حقيقة واضح يعني الحقيقة الوقت طبعا لأنه بيجري جدا لكن أنا يعني ما حييك تاني على النجاح العام التالي على التوالي الحمد وتحب تقول إيه بقى لدورك في جعفر العمدة أنت انتصرت لدورك بيعني خط حقك في المعلم لا أنا عايز أقول أن الأستاذ محمد سامي المخرج أهلني نفسيا بعد فترة توقف طويلة أن أنا أرجع بقوة طارق الممثل اللي أنا كنت افتقدتها فتراتها أنت حستها في المعلم حسيت بقى وبعدين خصوصا أنك نجحت كمان في جعفر العمدة فكنت داخل المعلم بقى خلاص يعني اتأهلت فعلا والدكتور مرقص كمل معايا في الشغل ده لا أنا السنة دي الحمد لله ربنا كرمني بتلات أعمال والسنة اللي فاتت تلات أعمال الحمد لله رب العالمين بجد أنا سعيد جدا أنت حطيت في مكانة حلوية أكيد